بوم نورك عاملة ايه انزاك انت اخيرا جيت الحمد لله ايه الدحك اللي انت فيه ده والله دي شهادة والله ايه الفيديوهات دي وايه المكالمات دي وايه الدحك ده على فكرة كلها حقيقة عشان فيه ناس بس فاكرة ان هي احنا متفقين وبتاع كلها حقيقة تلويش يعني كل الناس اللي بتتكلم دي كلها شخصيات حقيقة كل دي ناس ما نعرفهاش كلها مكالمات حقيقة الناس بتكتف الكومنتات بتسيب أرقامها ومشكلتهم الحاجة اللي هم عايزين نتكلم فيها فاحنا بنتصل فبنشوف بقى إيه اللي بيحصل كل ده بيطلع كده طب قبل ما ندردش أنا وإنت عايز أسألك ده السؤال اللي جيه على بالي وأنا بتفرج على فيديو معين اللي هو بتاع الاشتغالة لسلا كنت بكلمك عليه قال لك أنا خاطب معرفش مين دخلت مش عارفة مين في حاجات أو في مكلمات جات لك أو أنتو كلمتوها أو وصلتوا لبعض وقلت إن انت مش حينفع المكلمات دي تتشير أو تتحط أو لازم تتحذف في حاجات ما ينفعش تنزل إن فيه ناس تقوم بتصلة بقى عشان بس يسمعوا صوت انت برجي إيه صحيح عشان كل نسا هتقيت ليها أسألك برج الحوت أنت الأزيزة أيوة ده الحوت ده انت تمام بس انت من غير أي عارف انت مش محتاجك حد يضغط عليك عشان تعترف لا خالص خالص أنت أي حدا يسألك أي حاجة هتقول حقيقة يعني أنت لما هتتجوز هتقول لك أنت كنت بتبسط على إيه من قبل ما تجوز من قبل ما تجوز من قبل ما تجوز بعترف من قبل ما أن ولا عمري تقفشت ولا عمري تشك فيها بس أنا بقول بقى أنت بتقول إيه بقى كتاب فلانك عجباني؟ يعني مشيه عجباني مشيه عجباني وكان قافي بقى بقول بس المهم أنني صريح يعني أنت النارده لو أنت مرتبط مثلا أنا مرتبط أنت قراتي مرتبط هتقول لعنه أنا خنتك؟ لا مش هقولها كده ما حدش بقول كده برضو في الدنيا لا مش قذي مش قذي هتقول لها أن أنا خنتك بس هتقذي لها أننا كعبالت كده كعبال حصل حاجة في نزوة جد ما فت حصل الإنسان برضو ضعيف يعني ده إنسان الإنسان ضعيف الإنسان غلاط بطبع تعارب الجملة التي بتقولها دي دي اللي مودية البشرية في دهية الانسان ضعيف اهم حاجة ان انا في اخر اليوم هحس بالزم وانت بتحس بالزم توق بالزبط طول ما انت بتحس بالزم انت في الامان على طول الحس يلا نبدأ دي شوية مواقف حنقدر نقول انها مش مواقف حقيقية قوي بس انت تدينا رأيك فيها بس شبه الحقيقية يعني بتحصل شبه الحقيقية اه بس يعني ابطالها مش حقيقين مش زي عندك في البنامج يلا بينا لو واحدة حماتها قدت لها هدية ملفوفة لفة حلوة قوي طف فتحت الهدية لقت حماتها حتى من عندها لبس كانت شايفا عليها من 3 شهور اسم كلام يعني قديم لبس قديم حماتها مديها لبس بس ربطالها بقى في هدية بوكس مكلفة لبوكس اجتهدت يعني بس هي نفس مقاس حماتها ده غريب قوي انتبع العروسة حسن هنغيز كلم المعساة اه تعمل ايه البنت تاخد الهدية وتسكت تقول للولد البنت ده مراتي تخصني مثل اه اه ودي امي برضو خد يبالك معنا كده برضو اه هتعمل ايه بقى انا اتكلم مع اماما في الحوار ده وهي تعمل ايه؟ هي تعمل ايه معاها؟ اه الصراحة انا هنا اسمح لها ان هي ما تاخدش الهدية متستلمش الوردر ده تستاني ترجعها بيت برافو تقول لها معا طب سانية واحدة ان هي الوقت سيخدت الهدية وراحت البيت فتحت الهدية ولاقت اللبس اللي هي شفيته عليه في عيد الام لما رحت تزورها معك هتاخد الهدية ترجعها هتقول لها انا شفت الهدية اللبس عليك اه انا ممكن انا اللي عمل ده خلي بالك انت اللي تعمل ده اه ايه الشطارة دي مو اصلا برضو فيه أسولي يعني هل يبالك لا براو انا هحضر فرح لو عندك شليف السحل يا رب وحد طلب منك المفتاح بتاعه وانت مش عايز تدهوله لسبب ما عارف بقى انه هو مش تمام انه هم ياخد اوكي لا مش هتدهوله حتى مش هتدهوله اصلا بخاف الحكتي جدا فمنتصر قلع مش هنفع اصلا ده بتاعي ايش لازب ياخده مني خالب بس ده صاحبك ايه بس ده شليهي هو صاحبي وده شليهي اللي اتنيني انا واحد اللي تلدي ايه اللي اتنين يخسوك حتقوله لأ مش هتديك المفتاح اه لا مش هينفع الا لو واجي معك بقى يعني نروح سوا بقى تروح الشلي بتاعي من غيري افرد هو عايز سيدي ياخد مراته يروح الشليه اه ياخد مراته يروح الشليه اه لو مراته اتديلهم مفتاح لو مراته تتديلهم مفتاح اصلا لأ مش حار كده بس امتاكد همش هيخرب حاجة مش هيكسر حاجة اه ان الستة هتخلي بالها من حاجة زي كده انا بقى خافة على كده ماشي طايم لو واحدة اكتشفت انه باباها بيحب واحدة صاحبتها ما دي دي معدلش ما جاتليش العادة قبل كده بيحب متصابي جدا طبعا اه لأ بس بتحصل بتحصل اه بتحصل كتت موجودة لسه في مسلسل من سبت الشهور سلسل ايه مش حينفع نقول صح اه لأ لو ابوها بيحبوا احد صاحبتها طب تكلموا تقوله طب ايه اللي عاجبك فيها ماما هي تواجه اه تواجه تقوله تقوله تروح تقوله بابا وقالوا اني دي حاجة صحبة جدا خدي بالك انا عشان مش في الماكر فممكن اقول اي حاجة دي بقى لو انت في اللي لو يعني يعني افترض ان دي ابوي افترض كده معي لو انروح اقوله عادي قولي استنى شوف لك انا حاجة احلى في سنك احنا دي مواقف خيالية من الواقع خيال صح احنا دي مواقف خيالية من الواقع خيال صح مضاق خيالية في سنة ربعة في الاخ كده بابا حاب واحدة فيه دي قالي باسيف دي لانكش بعد 3 اربع سنين مثلا اكتشفت ان بابا معاه معاه اصلا تمام الدنيا ماشي يعني زي الفل وامي امي ما تعرفش بس معاك في البيت ببنات دي صحة يا عشان ببنات دي صحة طبعا هقول لها هتقول في المنتك اه منتك صراحة بقى هتفتن على بابك؟ هتفتن جداً وفرد طلبة التطلق؟ تطلق طابعاً مش هو اللي بدأ نحِل بقى معاك كصة تشوفه عايزي اه بسبس انا مش ينفع وجهه انا ينفع عفتن ده اللي ممكن هعمله فموقف ده انا هحترم بمهرض ان هو ابويا فش راكم هي بقى تقوله يتاعمله بقى يمي يواجه بقى طلبة هو بطر وايه فرد راح تقاليت له ابنك اللي قال لي؟ تمام تعال يا ولد لو جابني بقى لو عارف يلاقيه اه هتسيب البيت اه طبعا ما انا خلاص اقول له انا مش عايز شوفك وانت بتعمل حاجات دي ده طبعا انت مش هترجع البيت النهاردة اكيد لان بابا النهاردة هرجع عايدي بابا عافي فرق عليك عايدي او ما ترجع يقولك بقى كده بس خد بالك بابايا غلبان اوي طبعا احنا المعاشة كيف يقول خال خال يلا لوحت وخطبته في مكان وحصل بينهم مشكلة وفضل يعلف صوته عليها في المكان تعمل ايه ولو لقيت بقى كمان يعني لو انت دلوقتي قاعد في مكان انت بخطبتك حلو ورحت متنرفز وحلت صوتك عليها وفضلت تحلت صوتك عليها رحت هيه متعصبة ورحت هيه كمان معليها الصوت عليك اه مين بقى اللي يلم اي ويتر معدي في المكان ده بقى وكده واحدش هيلم بقى بس عادة لما ده بيحصل اه انا بلم طول ما فيه ناس طول ما فيه ناس طول ما فيه ناس قاعديني معاها بقى راجل لراجل طيب يعني انت شايف انه ما يصحش انه راجل يعلي صوته على واحدة في المكان في المكان اه طب ولو على صوته عليها هتعمل ايه بينه وبينها اللي يحصل يحصل لا يعني احنا عادينا على الترابيزة وانا عادة مع واحد وهو بيكلم معي تجنن طبعا وعلا صوته عليها لانا طبعا محنش يفاعل على صوته عليها في الدنيا عم اساسا لما تعصبني اش كحرابة مسكان يا ام لا 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 اذا ما هو وقت خيالي خيالي صح خلينا نقول انه في الخيال انا عادة وواحد قاعد قدامي بيعلي صوته علي لا مش صح منعرف انهم صح انا من اخوة براعيك انه صح حول انا اعمل ايه انت تعملي ايه كا انا اعمل ايه تقومي تمشي مفتحش بقباركة تقومي تمشي ولا ولا اللي علي صوتي علي يقومي يمشي يوم يمشي وياخد الجردج يسيبني انا ويمشي طول ما فيه ناس حوالينا ما بعرفش ما بعرفش اعمل حاجة تلتزم السعنة ممكن اتقاسف كمان بس هلمها طول ما هي فيه ناس هلمها محبش فرج الناس علي فهي هتتلمي دلوقتي انت بتربي تلاتين مرة ربنا يبارك ربنا يبارك في مامتك وباباك وش معقول ما شوف ماذا والله انا بشوف ماذا برا يا بولة والله والله يتوب ما فيه ناس انا ببقى خايفة شايفة منظر بعيدة عنك طي لو واحدة حامتها شخصية غيورة جد على ابنها بتحبوا قوي وبطريقة صعبة كل ما تسيه تخرج مع خاطبها تلاقي مامتهم خارجة معاين اما ده اه اه بتنقي معاهم كل حاجة بيشتروها بيتدخل في كل تفاصيل حياتهم البنت تعمل ايه بقى اه بدون كلام كتير اه تقول له ده مش صح ده مش هينفع قال لها دي امي تقول له تفضلونتوا الاتنين برح 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 حياتي كل حيات انا عارف اكمل لوحد لا ما محبش خالص القصة دي مش صحة مش مش موجودة انا ممشوفهاش تماما ما عابلتش ولا اي حد كده ولد ممت بتخرج معه ا Kafab tu اه لا لا ازاي طبي اه فيها حل هت manter ممت بفعها ب็ bass اتاني ابنها ابنها حبيبها ده نا ده الحيل مكولة اداختي على لربعة عليها بياخد رأيه ويشتريه الى المعبر لأ الممو مش حاب الستير دي في الحالات دي بندوسة عالحب عادي تدوسى عال العلبي عادى لأ السلام عليكم والله برافو بس صح مش ده صح ولا ده فترة لا انا بالنسباي رادوان بسألين على سؤالي على قصدي رأيي لا يعني مع اول ماما بتقول يعني انا مش هكمل لحد ما ماما تخرج معانا هي الجملة بتاعت ماما بتقول انه احنا نعمل كذا يعني روح واقع جنب الاتنين اللي بولا قالك واقع فاضل بتعصر 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 لا 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 صعب جدا تعرف ليش تعرف ليش تعرف ليش طيب اه حلوة دي اه ايه هي بقى لو صحابك عاملين لك خروجة عشان يزبطوك مع واحدة معينة هم شايفين انها لبقالك تنفعلك اه شبهك ايه انا مش مرتبط هم انت مش مرتبط اه احنا قلنا خير بقى انت مش مرتبط لا ما احبش كده يعني انت ممكن لو دخلت لقيت واحدة عجبات جدا وامر ومؤدبة وديسنت وهيلة بقى اكيد هيطلع في حاجة خد يبالك ربنا ما يديش كل حاجة دعلينا ولا عليكم اه بس ما اروحنا فين دعلينا ولا عليكم على البنت اللي عادة اكيد هيطلع فيه نقطة ضعف وانت ما بيطلعش علي عندكم نقاط ضعف دعلينا احنا عملنا ميكروسكوب ما قلتش حاجة بس هما جايب انهايلي دلوقت اشوف اه فلو فيه كل دا الحاجات الحلوة دي ايوا اكيد هيبقى فيه اجابة مش في القطعة طبيعي مش ملاك بس فيها حاجات كتير حلوة لبنت ام شو هيدي خدي بالك اللي بقى فيها حاجات كتير حلوة من بره دي اه بقى فيها حاجة كارسية من جوه كارسية مش احسن ما تبقوا زيكم من بره كارسي ومن جوه كارسين صح جد صح جد صح جد لها هرتابط هاخد على العللة ناوي يعني فاكهة انها تبقى عارفة ان انت انها جاية انت تتجوزها دي فكرة ممكن تقفلك لا متقفلنيش بلا بس صحابي اللي جايبينها وصحابي الولاد اللي جايبينها طيب هنا في سؤال جايلك بيقولك طيب لو تلعت وحشة كات مقلب لقيتها وفضلت ماسكة فيه قايت لك هتري فونك وتعالوا خدني وصرني طيب تعالوا نوصلك وشتتعالوا عرف ببيتك وفضلت ايه فضلت ايه بقى موانا وانا مش جردل هدني الكوسة دي بعد اقول مقابلة عادي جدا لا حتكلم وقتبعت لك ماسكة وانت بتوتش علايا دي على فكرة عيب كده عيب كده كمان؟ يلا شايف انه ده عيب يعني انا بكلمك اسأل عليك لا او لا انا مش حابب بصراحة العافية دي ليه احنا صحابة انا قلت لك حاجة ما هو كده مش صحاب بقى اللهم يعني انا ما بسأل عليك بقى انتقول لي مش صحابة وانا بقولتك انا بحبك ولا انت وعشتيني انا بسأل عليك بقولك هوا يا خوبة رابية دي وقالتلي جملة زي دي اصلا بالطول ده بلوك مش هستحمل مش هستحمل خالص اما بحبش الراغي تماما تبش الراغي ما بعرفش اصلا تكلف تليفون اصلا دي مشكلة كبيرة بقى عندي بقى بص الحاجات الوحش تبدأ تظهر لك دي بقى دايما كده اللي منبرق وكويس بيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي من جوا ايو اوكي طيب اللي بعد لو واحد ميكوز واحدة كويسة جدا 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 وجوزها مرتاح معاها جدا بس عنده مشكلة سغيرة جدا ان اخوها بيغير عليها جدا جدا فلازم قدامه يبقى عنده ضبط نفس مايقدرش يمسك ايديها مايقدرش يحدونها مايقدرش قللها بحبك تعالي يا مراتي تعالي يأكلك تعالي مش عارفة ايه يتلاش في قشه دوهي مراته مش هو يا خطبته ومراته نقولت زوجة اه طيب انا لو مراتي ايه اخوها شايف ان انا ميفعلش اعبر عنده اه 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 لا ايوان موضوع سعيد اه اصلي مراتي اما نعرف فاهمه فولا اخوها ولا ابوها ولا اللي انتشاديدولها دي مراتي دي مراتي مراتي يا جات من التيم ده للتيم ده ايوان انت لو قاعد واعدين مثلا في الليبنج واعدين مثلا في غرفة المعيشة وانتوا قاعدين وروحت انت حاطت ايدك عليها كده مراتك مراتك وروحت جيت الابلاء في الشراف وقال لك ناس دي ايدك اه هو هو اللي هيكلمني كده اه طيب انت بتعمل ايه وش قدامنا هاة ساعتها هيبقوا قدامينة هاة يعني هذبط له حاجات كتيرة لا هو هو ايروح يعني اوا لو شايف ان ده هيبقى أوفر بالنسبانه ميقعودش معنى لان انا ساعتها هيبقى عنيد يعني منووض هأيلوا معايا بعيند بقى حتى لو محبهاش هبقيت حب زيادة كاي بزيارك ده حقيقي ده موجود؟ اه يعني انت لو في الموقف ده ايه؟ قوليلي يعني لو متجوزة واحد أخته بتغير عليه اه فما ينفعش انت بقى قدامها تحضنيها وتسلمي عليه مش عارف اتسلمي عليه دي بس كده لا هعمل للعكس اللي هو ايه؟ يعني هو مثلا ايه؟ لو هي مثلا قلت حاجة وهو سكت فهو كده يعني كي سلب بالنسبة لي اه ده عشان مضاعه راح ناحية الراجل صح انا بقى بالنسبة لي اوما هيجي يقولي قاله ايدك بس الاحسن تعدك ايه بعد عن ايه؟ هبص هورامله ايده هخليه بقى كارك عشان كويس طبه مضاع الايد طبق عشان ايه؟ ايه عرف ايه اسكت ده هيدخل نفسه في حوار كبير قاول اه فييجي بقى المرة اللي بعدية بقى ايه؟ يعني كده بطل العالم طيب لو مرتبط حضرتك بواحدة وجابت لك هدية في أب ميلادك مش عاجبك بيحصل طيب هو وارد بيقوارد ان هو يحصل لا مش عاجبك خالص هاخدها برضو بمنتهى الفرحة اللي في الدنيا خلي بالك بس انت مش هينفع هي تعبت وجابت هدية فبنفعش بقى انا قليل للزوء تحت ايه مسمى حتى لو الهدية دي هبل فهمها هتتاخد والله بجد جدا طبعا يعني انت لو لقيت علبة وفتحت العلبة لقيت لقيتها فاضية ما ودايب عبر السماعة ويقعد فعني حرام عليك حرام عليك يا اخي لقيتها بريسلت مثلا بتاع اللي بتلبسنا دي بتوعات الرجالة واحدة مثلا سودا لا هخدها وهفرح جدا انا شخص محبش الهداية يعني تمام جات هداية زي مش هداية تمام بس حد تايب وجاب هداية فالهداية بقيمة اللي جابها اخلي بالك يا ولد ده في الهداية خلني انت كنا على الهداية يا ولد تعي لو راي حدتك تركب عربية شبه عربيتك بالزبط انت لكن في حتة وبعدين دخلت تجيب حاجة رجعت حسيت ان هي دي عربيتك عربية ماركتها كزا لونها كزا لقيتها في وشك بس ما خدتش بالك من الرقم فتحت العربية دخلت العربية لقيتها مش عربيتك وقعد جنبك واحدة سلوخ تعمل ايه لو راي عربية حلوة احنا عربية هاخدها من اشي ده لو عربية تمام يعني لو شبه عربية قوي اه بيتصاروخ هنعمل ايه طيب يعني اول حاجة كده حتبصرها تقول لها ايه ده ايه ده خارج هنا ولا هتعمل ايه اما اصدام او لو انت مش مرتبط ده خيال اه انا اتكلم طبعا اه اه طبعا طبعا اه اه لو ممكن اسألها انت مين ايا ان كان الاجابة هوافق يعني هشو اه بس اه الروتيني عشان نفك التلج نكسر التلج اللي في العربية طيب ماش ماش طيب لو انت في واحدة كنت بتحبها جدا 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 وسبتها واكتشفت ان انت لما سبتها سبب ان انتوا سبتوا بعض كانوا صحاب مشتركين واحدة صاحبتك نقلت كلام غلط من هنا لهناك واحد صاحبك كان عايز يتجوزها فوقع ما بينكو تعمل ايه اعمل ايه مع مين بقى اي حد شوف انت عايز ايه وانا لو اكتشفت ده متأخر مش هامل اي حاجة ولا هتواجه صاحبك ولا هتقول لي صاحبتك ولا اي حاجة لا لا خالص كأنك معرفتش حاس ان اه خلاص نصل خلصت وهي طالما خلصت يعني يبقى اكيد برضو خلاص عندها جزء اللي هو خلاص الحوار ده مات يعني وهتقطع معاهم هتقطع مع كله اه كل كله كله طبعا دون المواجه من غير مواجه لا مش هتقطع بقى نفسكوتاد ما بقدرش برضو تعال ما الحاجة خلصت خلاص خلصت هنرجع من فتح تاني بقى فكرة ما هنشوف غيره يعني الدنيا ما بتوقفش برضو خليبا الله 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 لعجلة الموفرن اللي عادة قدامي يا جماعة طيب خلص بقى سؤال ده ايه سؤال ده بقى سؤال شديد 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 بنا يستر لو البنت اللي حاداتك مرتبط بيها دلوقتي جابت لك هدية او كان بتجيب لك هدية طول وقت نوع برفيوم معين وبتقول لك ان انا بحب البرفيوم ده وبحب ريحته عليك هوب ثلاث اربع شهور يا باشا اكتشفت انه ده البرفيوم الفيفوريت او المفضل للإكس انت هتعمل ايه هسأل هسابته ليه بابداية يعني ايه سابل انفصالته لما لسا الحب جامد قوي كده لا دي حاجة مفهاش كلام ايه بقى هنفركش في لحظتها ما تحذرش وانا برش هفركش وانا برش بجد ما بتحذر ايه هعذر في ايه يا الموضوع الدرجات بتجيب لي برفيوم بتاع الإكس عشان ارشه عشان تفتكره او بيقول عاد جنبها انا مجرد شبيه يعني البرفيوم يعني بيشبه قوي بال ما هو واضح ان فوجة نظرها كده بدليل ان هي بتجيبهولي اصلا انا برضو اكيد مش شخص نيتن ما انا اكيد بحط ايه ان كان ريحتي عاملة زي اكيد بحط حاجة لها ريح حلوة بتعملك معاملة الدوبليه بتفتكر؟ مليون في مية اوه مهما كنت بتحبها يا بولا مهما كنت؟ بحبها ايه هي ما بتحبنيش يعني هي شايفاني واحد تاني بتحب السنت بتحب الريحة بتاعتي البرفيوم مش مش هينفع كامير مش هينفع كامير خالص 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 ودي حاجات من الحاجات برضو مش هينفع بفيها مواجهة اصلا هواجه هقول ايه؟ تعمل ايه بقى تسبها ازاي؟ طيب حط نفسك مكاني انا دلوقتي بديكي برفيوم بتاع خطوبتي القديمة اللي انا لسه بموت فيها وبعشاها وبعشاها جنونها خلي بالك انا اصلا اردود افعليه يمكن اه انا ابرد يعني انا بردة يعني انا اه في كل مواقف؟ لا بس في تلتين مواقف حياتي كلها ردود افعلي مش متوقعة اصلا ام جد انت ممكن تلاقيني فجأة عملت في زيحة بالجلاجل على حاجة قد كده وممكن تلاقيني سيبها السودة بتوع يعني بتحصل قدامي فاهمت جد فاهمت جد تمام انتي برج ايه؟ اصبر علي ايامك السودة اللي جايت انا بقول له اه انا فاهم انا فاهمت اعصامي مش عايز اعصامك انا برج الميزان الميزان حكيم برج حكيم على هاتي يا زبادي لحد ملصعك صح اصلا انا كل شوية هاد احرق جايز انا اديك الخبطة اللي تتضايقك عمرك كله عمرك كله؟ لا كله خدي بالك اصلا اكتشافت برضو سيوع على فكرة مش باة يعني مش باة??? مش ايه اه تاو مش هيبكة ساعاتها هشغلني هو متضايق عمر كله ابحالي اناsud يعني انا فاعえば انو حكيم يرفي نف pumping خليه موجودة بس خليه معلومة يعني ما تبجعش قوي بس كل ما بصها تفتكرني يعني ما فهم اللي يبقى في الوش دي بس يعني اه 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 فنزب من العربية وراح ترزع الباب في وشك كده يعني انت دخلت رح تهي دخلها وراح ترزع الباب في وشك اه نزلت وراح ترزع الباب في وشك ومرطمت في الكلام كده مش مهم لعربية تمام يعني لو العربية تمام هنحلم موضوع ده علي ورح لحظة شتوني يعني ايش مشكلة بس وعربية حصلنا حاجة بموضوع كبير او اه 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 شانيا يا عز انا ليس سيلك بخاف على حكتي شانيا يا عز يعني انت مش مشكلتك ان رزعت الباب في وشك لكن انت مشكلتك يعني ايه فوش يعني ايه رزعت الباب في وش وصلان هبقاعد هنا وهي بباب هنا ايه 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 اتعلي هنا ايه سأي ايه 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 خلاص عمره هترزع في جمبي اه وهي هنا اه ورحت ايه 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 ورحت فتحه وطاخ فشك طيب هو حل حل من الثلاثة ايه ايه اولي الثلاثة يا هسيب هتمشي ايه ولما تهدن بقى نتكلم اه يا هدوسها ما هو لازم هدوسها صلو برضه افروما وقداني كده وهي ماشية يا اما خلاص يعني انت بقى انت الحركة زي دي تعمليها انا ااسف موضوع بالنسبة لي انتهى انت كل حاجة ااسف في موضوع انتهى كل حاجة بالنسبة لي بصي بقى الظلم راح لحد فيه انت فركشت كم مرة في حياتك على كده انت كل موقف قلتولك ااسف موضوع انتهى انا اصلا ارتبطت في حياتي مرتين اه مرة منهم اللي انا مرتبطت فيها دلوقتي بقى لي سبع سنين ايه ما شاء الله اه خلاص ايه ماشاء الله هتتجوز بقى بس السبع خدالي سبع سنينة فركشنا كزا مرة ايه يعني هما اتنين الاولانية انت فركشت معاها كتير لا الاولانية فركشت معاها اه حلو خلصنا اللي موجودة بقى انت مفركش معاها كتير اه على كل المواقف كل ما نتخاني يقول لا بقولك هي وبنتكلم معادي بعدها بشوية ما فيش كفش اي حاجة حصل ميفيكرو بيصالح التاني الاول والله العظيمة مثالية انا اه وساعات هي برده عشان برده الحاجة ده الاكتر الاكتر اه هي هي اه بس ده حاجة ما تقبنيش قالي ما انا بقبل الصلح برده انا مبعنتش مبعنتش بقولها تمام يا بسامح ياه 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 ده تفضل منك اصلا هقولك حاجة اتضيبه لاخليق دي انت عايزها تكلمك وتصالحك وانت تقوله هاا ديني واقت افكر لا 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 ديني واقت افكر ما كده بقى انا أه والله لااتك still بrada دلوقتي بيس شخص دلوقتي نجيبقى إحنا جهد جريشيين في العلقه دي في حها لا يجب أن أخذ بالك أن أدخل حد بيننا شاطر لجعت للحوار ده فترة و وجدت أن المدخل لم ينصفونيش فترة لا، لابد أن يكون هناك حكا مع بينكم أنت اللي تحدد زكاة هي لغلطانة أو أنت لغلطة؟ الموقف اللي يحدد فيه حاجات مسلمات في الدنيا ليست محتاجين أسلحنا ليست كجيهات وتعدوا قد إيه بقى؟ هم متخنقين؟ لا، أيام عدودة ثلاثة أربعة تيامة هذا يوم من طول من كثير هم متصلحها؟ يعني هم أجب لها هاد هم أحب دي أدوك لا، لا، لا لا، 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 لا أصلاً هي مفيش حاجة يا رجالة بنعملها بالضبط يعني هو على حسب الموقف أيضاً هي ساعات بتقول لي بص لما تدايق منك صالحني كذا أنا بقول لها أقول لي لكي أنا ما أفهمش يعني أنا بالنسبة لي لو أنت متضايقة أنا أصالحك إزاي؟ أقول لك أنا آسف أجب بقى هداية أخرجك فالسعي دي أكتريات شخصية يعملها ما أعملهاش لكن أنت الصالح بالنسبة لي أن أنا غلط فها أعتذر أقول أنا آسف حلوة أوي بتفرج علينا هي؟ هي؟ أه، بتفرج علينا كل عيش يا أبونا أقول إله أهو أهو عدوا برنامج وحددخل عليه أهو أقول لي لأ دي لا إحنا مش عايزين نتابعك معنا أنا عايزين نتابع معنا أنا عايزين نتابع معنا أنت دوقت الدنيا كلها والله أنا مبسطة جداً جداً الحمد لله ويا رب هما كمان يكونوا مبسطة وشكدا قلت لكم أنه أحلى حاجة في الدنيا أنه نبدأ اليوم بابتسامة ونبدأ هذه الحلقة بأحلى ابتسامة في الدنيا وأنا بقول لي خاطبتو أي حاجة حطيني بس في الموضوع وما كيش دعوة خالص نورت الدنيا كلها مش عاداتي يا عزيزين وبراتي يا حبيبات فاصل قد كده بنتجعيكم من هي وبس